فجئنا في مارس بأن بيجينا الجواب أنت عندك عينة أغسطس غير نمطية تعال فسار لي هيا ليه غير نمطية فطبعاً لا اللعيب عنده قدرة أنه يفصل طبياً ليه عينة غير نمطية وقال إحنا كقانونين يعني إحنا محتاجين حد يكون متخصص في الموضوع فروحنا الحقيقة عدنا مع المنظمة مع الممثلين المنظمة اللي هو الادعاء يعني وشرحنا لهم وقفنا وفي الآخر الموضوع بعثنا لهم طبعاً مذكرة ومذكرة شاريحها وبتكلم عن لوائح وبعدين من يوم 9 إبريل كانت المذكرة دي رحت لها من يوم 9 إبريل لغاية يوم 28 مايو تقريباً ما فيش يعني ماسمعناش حاجة خالص من المنظمة بقى 29 مايو فجئنا بقرار بخطاب رسمي جائلنا بإيقاف رمضان أربع سنوات وحقه بقى في أنه ممكن يعترض على القرار أو الأبشنز اللي هما بيدوها عملاً الاختيارات اللي بيدوها في الآخر تعترض على القرار أو تطلب أن أنت مثلاً تعقد لجنة استماع فقط لرفع الإقاف أو لجنة استماع جالة لمناقشة الموضوع طيب هقف الحتة دي الأمور دي بتبقى سرية؟ المفوضة تبقى سرية طبعاً لغاية لما يوز بتدمت حتى يعني كان رئيس الاتحاد أول واحد يمكن أعلن يعني هل دا كان بتشوفه إزاي في التدرج بتاع الموقف بتاع قضية رمضان نفسه؟ يعني هو طبعاً إحنا حالياً بنبحث موضوع إذا كان رمضان مقتدى من التعويض من أي حد في الفترة اللي فاتت كان يعني سبب في التشهير بيه أو في الإضرار من كيمته السباية تبقى تاخدوا الإجراءات دي؟ بنبحث مدى يعني بنبحث موقفنا القانوني أولاً بنبحث التصريحات بنشوفها دي نهاردة وبنتفرج عليها وبنسمحها مرة واثنين وثلاثة لأن احنا فترة فيها كنا نمركزين جداً في موضوع لجنة استماع وفي موضوع براءة رمضان من التهم أنا هروح لها ونشوف يعني تقال إيه بس نقطة مهمة لحدك بتتكلم فيها فإحنا حالياً بنبحث الموقف القانوني وبنبحث التصريحات اللي اتقالت كلها وبنشوف إذا كان لنا مقتدى من التعويض أكيد إحنا طبعاً وده يتوقف على رمضان لأنه فيه اعتبرات كتير جداً في الموضوع ده فيه اعتبرات جمهورية وفيه اعتبرات إنسانية فلو رمضان إذا رمضان طبعاً وهي رغبته الحقيقة يعني حتى الآن لأن احنا لسه موضوع يعني فأول هقفل حتة دي بل بتبحث يعني التصريحات هيكون خاصة بإعلامين يعني ولا خاصة برئيس الاتحاد اللي تلعي أتكلم ولا المنظمة نفسها اللي يمكن أخذت إجراءات ووقفت اللاعب يعني عايزة أفهم برضو النقطة دي يعني إحنا عامة بنبحث في كل الاتجاهات ولكن طبعاً بالنسبة لنا المنظمة هي زي ما قلت حالياً كانت خصم شريف في الدعوة هي بس اللاعب توقف توقف لما تشك في إن فيه لعيب ممكن يكون إن هو أو أي لعيب أشبتكلم على رمضان كموكلي يعني بكلام على أي رياضي لما المنظمة بتشك في إن هو ممكن يكون حتى مش بس عن قصد عن كل العلم بياخد حاجة أو بيتعاطى حاجة ممكن تؤثر على شكل رياضة عامة في مصر حقاً هتتدخل وتاخد إجراءاتها وده حاجة إحنا لازم كلنا ننتسل إليها لأن دي مصطحة رياضة في الصفحة عامة وبعدين كمان الوادة نفسها بمعظمة دولية المكافحة مناشطان هي مش يعني احنا مش بعيدة عنها هي شايفة كل اللي بيتم وهي كوبيد أو بيوصلها صورة دوقية من جميع المرسلات اللي بتتم بين المنظمات الوطنية على مستوى العالم وبين اللي بيتم